اهلا مشاهدين من جديد مشاهدين الأطفال بطبيعتهم طبعا يكونوا حركيا لكن بعض الأطفال ممكن يلعب بأجهزة البيت بمفكات بأي شي حوله الأهل يشوفوها شقاوة لكن في ناس تانية تشوف هذه موهبة يفترض أنها طبعا تؤخذ بعين الاعتبار لذلك جاءت مبادرة وفكرة تكون مبدعا واللي من أهدافها الأساسية اكتشاف قدرات وموهب الأطفال واللي أعمارهم تتروح ما بين الثلاثة للستعشر سنة التفاصيل مشاهدين مع ضيفنا الأستاذ عبد المحسن الدرويش مدرب تطوير ذات للأطفال وطبعا هو من فريق كل مبدعا مساء الخير أستاذ عبد المحسن الدرويش مساء ورهلا وسهلا حياك الله حياك بداية خلنا نتكلم في المسمى الوظيفة عبد المحسن الدرويش مدرب أطفال مدرب تطوير ذات للأطفال فيه فعلا مدرب تطوير ذات للكبار والأطفال وشي الفرق ايه نعم نعم عبد هي مسمى واحد اللهم أنه نفس البرامج اللي بيؤدل الكبار بيعطى الكبار في تطوير الذات بيعطى للأطفال لكن مبسط بحيث أني أنا أقوي أقوي الذات اللي عنده أقوي روحه بخلي الطفل جريء بخلي الطفل يقدر يتكلم أيضا إذا كان الطفل جريء بزيادة لا أنا أوزنه يعني بنخليه يرتاح شوي بنخليه لو هو مشاغب لو هو لعاب أيضا نقدر نمسكه بنقدر نسيطر عليه يعني ما في دورات خاصة الكبار وأصغار أبدا ما في شيء متخصص أصلا للأطفال دورات لا هو متخصص بالأطفال متخصص بالكبار يعني مثلا لكن أسلوب الطرح واللي يختلف أسلوب الطرح واللي يختلف دورة الإلقاء والعرض في دورة إلقاء والعرض للكبار دورة إلقاء والعرض للأطفال الفرق بالأسلوب أنه يكون مبسط الفرق بالأسلوب طب صراحة يعني هو مو من ضمن الأسئلة بس من شوي قيلت أحيانا الأطفال يكونوا هاديين طبعاً ينشطهم أو يخليهم أكثر جراء أو العكس طفل يكون بزيادة من فتح نلجمها شوي أمر خليه يتكلم إليه يهدى كيف وهذه الدل على إيش أصلاً انفتاحها أو انقلاقها بشكل واضح طفل بطبيعته أما بيجيك يعني بيجيك طفل لعب بزيادة بيشوفونه بنشوفهم بالمدارس هذه بكثرة برضو بيجيك طفل انطوائي بتلقينه خايف أو من القبيل هذا هذا احنا بنقدر نوزنه الطفل المشاغب بنقدر نوزنه وبالمناسبة الطفل المشاغب هذا طفل موهوب دائماً المشاغب موهوب الطفل المشاغب هذا موهوب في الأغلب أنه طفل موهوب لكن ما لقى أحد يفهمه ما لقى أحد يقدر الذات يقدر الحاجات اللي عنده يعني بتلقينه يلعب يكسر في البيت بتلقينه مشاكل مع أخوانا الصغار أو أخوانا الكبار نعم هذا بتلقينه عنده إبداع عنده روح إبداع لكن ما حصل أحد يستقطبها وبالتالي أنتوا ما شاء الله عملتوا من خلال طبعاً من خلالكم كون مبدعان حدثنا عن فكرة كون مبدعان فكرة كون مبدعان هو مركز لتنمية مهارات الأطفال طبعاً الشخص بطبيعته أنا أنت أي شخص عنده مهارات إدراكية مهارات حركية مهارات حسية أيضاً مهارة الثقة بالنفس مهارة الموهبة قدرتك تجافع على الموهبة نعمل على الطفل بهذه الخمس أشياء وبرضو فيه أكثر من مسار بندخلها بين فترة ونستبعدها طب وهل مثلاً فيه شروط معينة يفترض مثلاً تكون في الطفل اللي أهلا يقدموله أو اللي هو يقدم مثلاً بنسبة لكم لا اللي يبغي يقدم بالنسبة لمركز كون مبدعان كتدريب أطفال اكتشاف موهبة أو تنمية مهارة هذا ما نشترط أي شيء له نعم نحن بالعكس نبغى الأطفال نحن نبغى النمية لأطفال يعني الأطفال إحنا لو ما نميناهم مش هنلقى نتيجة حلو طب إذا فيه أطفال مثلاً من ضمن المتواجدين لكن فعلاً عندهم مواهب خاصة فيه آلية خاصة للتعامل معهم أو لدعمهم مثلاً تطويرهم أي هذه عندنا مبادرة الآن شغالين عليها مع مجموعة من الشركات اللي تهتم بالأطفال وبتنمية مهاراتهم بنستقطب الأطفال الموهوبين وبنتبنى مهاراتهم وموهبتهم وبنخرجها للناس وأيضاً بعض الأطفال ممكن أنه نتبنى إحنا تدريبة أيضاً نتبنى تدريبة ونتبنى موهبتها طب شي المواهب اللي عادة تكون يعني تلفت انتباهكم أو تركزوا عليها؟ عندك مواهب الفن الفن الإلقاء الشعر عندك أيضاً اللي هو الكمبيوتر بعض الأطفال بتلقينوا ما شاء الله تبرك الله مهوسوا بالكمبيوتر مو أنه جالس على الكمبيوتر 24 ساعة بيلعبوا كذا لا مهوس بالبرامج بيدخل عليها بيفك البرنامج هذا بيركب البرنامج هذا عندك أيضاً التصوير الفوتوغرافي أطفال موهوبين بالتصوير الفوتوغرافي أيضاً عندك اللي هو الإنشاد الإنشاد مجال الاختراعات الخاصة أيضاً عندك برضو مجال اللي هو الفن التشكيل الرسم أو الناحة أو الأشياء هذه طب إن شاء الله يعني مركزين على خمس أنواع من المواهب اللي خلنا نسميها لتتطور طبعاً كل موهبة أو كل فرع من هذا مشاهدينا فيه طبعاً أقسام لكن طفل عمره ثلاث سنين بايش ممكن يكون مبدع ممكن بالفن التشكيلي مثلاً بكتابة الشعر ما أعتقدش صراحة بالرسم بايش بالضبط إذا الأطفال إذا من ثلاث سنوات أنتوا تستقبلوا أطفال ممتاز ممكن طفل عمره ثلاث سنوات بيكون قادر على التمثيل حلو قادر أنه يحفظ الشعر مو شرط أنه هو اللي يكتب لا هو قادر على الحفظ فيحفظ الشعر بسرعة قادر أيضاً على أنه يرسم مو شرط أنه رسمه يكون جميل لا تكون أفكاره في الرسم تكون مرة جميلة يعني ما شاء الله حلو أنكم تأخذوا الموهبة يعني اللي هي لسه على الفطرة ما اكتملت لكن تحسوا أنه في مثلاً هذا مشروع موهبة وتتبنوها وتستمروا فيها طب فعلاً مر عليكم أطفال بثلاث خمس سنوات مثلاً وكانوا موهوبين وتطورت موهبتهم بيمر أطفال علينا يعني شيء عادي بالنسبة لنا يعني ما هو أنه شيء جديد لا بيمر وبيتكرر طب ما شاء الله بالنسبة لك أنت أصلاً ما شاء الله يعني خبير أو تخصصة كنت تعامل مع الأطفال ما تحس أحياناً بصعوبة في إقناع الأهل إن عندكم مثلاً طفل موهوب يعني شا تحس لما تلقى أن الأهل مو مقدرين أن هذا الطفل موهبة هذه نواجهها بعض المرات وشيء صراحة يعني يحزن أنك تبغى تتبنى الطفل أو توجه الأهل على الطفل هذا يقولون ها طيب إحنا نفكر نشوف مع الأسف أنه يكون أهل ما هو وعين بالطفل ما هو معين إيش هيسوي الطفل عندنا في المركز الطفل بياخد 12 جلسة تدريبية في الشهر لو أشترك في البرنامج بياخد 12 جلسة تدريبية من ضمنها جلسات يشترط في 12 جلسة تدريبية أن يكون متابعة من الأم أو من الأب يكون وجودهم خلال الجلسات أو في المنزل الطفل يكون داخل في النادي لكن يجلسون مع الأخصائية النفسية ممتاز بتوجههم كيف حيتعاملوا مع الطفل يعني لو راحوا على البيت أو كذا كيف حيتعاملوا مع الطفل إيش التطورات الجديدة اللي صارت في الطفل في بعض الحالات وهذا النقطة اللي أنا بغير تكلم عنها في بعض الحالات الأم أو الأب بنحولهم على قسم العيادة النفسية بنقولوا أنت عندك مشكلة معقولة الفلانية عالجها وتعال ما هي الحالات مثلا أو المشاكل مثل ما ذكرت الموجودة عند الأهل بيكون الأب عصبي الأم بتكون عصبية بيعانوا من مشاكل أسرية بيجرسوا مع أخصائي نفسي واحدة واحدة ويمشي وفعلا تمشي الأمور الحمد لله طب فيه ظاهر عندنا شباب هنا وسيدات عندهم أطفال بس فيه سؤال هل فيه اهتمام بالأنشطة الرياضية كورة مثلا لأن هذه الموهبة حتى على الأطفال الصغار تكون موجودة اهتمامات الكوروية والرياضية معكم ولا لا لا كوروية تخصص كورة لا ما فيه لكن احنا الآن عندنا خطة أن ندخل البرنامج هذا برنامج الكورة برنامج أيضا تعلم السباحة إن شاء الله بالفترة السيف بإذن الله طب وبالنسبة لكم أنتوا حاليا مركزين على الرياضة شفيها الشرقية وجدة ومشاء الله كثير يعني متى منوصلها احنا مركزين على الرياض احنا موجودين هنا في الرياضة أنا ما أبغى فريق كن مبدعا هو ما يبغى يتوسع ويكون الشغل حقه خلاص فاشل أو نزل مستوى لا أنا أتوسع بس أكون بقوة ما أتوسع بشيء بسيط يعني احنا نتقوى شوي شوي على أساس نقدر نتوسع في ناس بيجوننا من الشرقية أطفالهم يعني آخر هأذكر في الإجازة الأسبوع كانت إجازة الفصائن إجازة بين الفصائن الأسبوع في أحد الأطفال جاينا من الشرقية والحمد لله استمرنا معه بفترة الأسبوع هذه والحمد لله أطورنا من نشيط ما حدث هذا الطفل؟ الطفل كان اللي أتذكره أنه كان ما يشرب إلا حليب عمره أربع سنوات ونصف فقط يشرب حليب ما في أي أكل نهائي ما يأكل هذه موهبة هذه مشكلة طبعا إحنا في المركز بنعالج مثل هذه المشاكل طب وكيف علشتوها؟ يعني أنا جميل أن الموضوع هذه ليست تقديم طبعا دعم أو مواهب لا حتى حل مشاكل للأهل والأطفال كيف تعاملتوا معه ومع أهلا أصلا؟ أنا صراحة ما دخلت في الموضوع أنا في تطوير الذات لكن فيها الدكتورة الدكتورة شيما هي اللي كانت ماسكة الطفل ومتبنيته والحمد لله خلال أسبوع ما شاء الله بدأ ينطلق يأكل الحمد لله الحمد لله بصراحة أهنيكم أنكم فريق متكامل خلنا نرجع للمواهب طيب مثل ما ذكرت أن المواهب اللي تكون خاصة أو لها مستقبل تقدموا لها دورات شو الدورات اللي تقدم؟ لا أنا ما أقول لك الدورات اللي خاصة يكون لها مستقبل نقدم لها دورات هذه مبادرة المبادرة إحنا نعرض الموهبة هذه على الناس نطلعها للناس يعني هذا موهب في الإلقاء حاب يطلع موهبتها يبرزها للناس إحنا نتبنى ما في مشكلة إحنا نبرز موهبتها هذه معنا عدد من الشركات اشتركنا في البرنامج هذا وقعدين الآن نشتغل عليه طب بالنسبة لرجال الأعمال أو للمهتمين لاستغطاب هذه المواهب يعني فيه بصراحة في البلد كلها فيه اهتمام كبير بالتصوير بالفن التشكيري بصراحة رجال الأعمال أو خلنا نسميهم المهتمين والمستثمرين شي المواهب اللي دوروا عليها؟ مستثمرين بالنسبة للأطفال أو مهتمين استثمار في موهبة الطفل قصدي آه مستثمرين في موهبة الطفل المستثمر في موهبة الطفل هو أساسا تلقينه عاشق للطفل أو بيستمتع مع الطفل يعني لو ذهبنا الآن العدد من الملاهي أو العدد من الأندية اللي تخص الأطفال لما نبحث خلف صاحبها بنحصله هو أساسا بيحب الأطفال فيأخذهم من دافع حب أيضا بعضهم ممكن يأخذها من دافع أنه أنا ما أبغى أولادي تيهون أو أولاد الناس يتيهون أنا أستقطبهم طب ورسالة أخيرة وجهة للمشاهدين اللي مثلا عندهم أطفال وممكن ينضم لكم نحن نقول لهم حياكم في مركزكم مبدعا ونتشرف باستفافة أي طفل أو تدريب أي طفل أو خدمته أستاذ عبد المحسن الدرويش مدرد تطوير ذات للأطفال ومن فريقكم مبدعا شكرا جزيلا لك إذن مشاهدينا فقراتنا مستمرة لكن بعد الفاصل يعطيك العط في سيدتي بعد الفاصل مؤتمر الأمراض الوراثية ينطلق في جدة وحديث متزايد عن مستقبل الخلايا الجذعية ترجمة نانسي قنقر